بالتزامن مع عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء أبرزت الأخت كريستينا مصاروه من راهبات الوردية نذورها الدائمة أثناء القداس الإلهي الذي ترأسه المدبر الرسولي للبطرياركية اللاتينية رئيس الأساقف بيرباتيستا بيتسبالا بمعاونة جمع من الأساقف والكهنة وحضور راهبات الوردية في المنطقة وحشد من المؤمنين كما جددت أيضا سبع أخوات نذورهن المؤقتة وخلال القداس قامت الراهبات بإبراز ثلاثة نذور العفة والفقر والطاعة وفي ذات السياق ترأس المطران وليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الإلهي الذي أعلنت فيه الراهبة تريزا طاشمان نذورها الرهبانية وذلك في كنيسة مدرسة ماريوسف في منطقة الدوار الثامن بعمان وقال المطران الشوملي نفرح أولا لأن أمنا مريم العذراء رقدت ثم انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد وفي ختام عذته قدم الشوملي التهاني للراهبة الجديدة وذويها في جو روحي بهير